السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء المتابعين اليوم درس جديد خاص في كورس البي ألسي المستوى الثالث باستخدام برنامج تي بورتل ونشرح بي ألسي اس 7200 من شركة سيمز اذا انت مبتدئ في كورس البي ألسي حاب تتعلم مباشرة برنامج تي بورتل انصحك بمشاهدة كورس البي ألسي المستوى الثالث الموجود على قناتنا في اليوتيوب في هذا الدرس رح نشرح ادوات جديدة ورح نستخدمها بكثرة في الواقع الصناعي وجميع هذه الادوات موجودة في برنامج تي بورتل ورح نطبقها بشكل مفصل فاذا حاب تتعلم بي ألسي بشكل احترافي هذه الادوات رح تستخدمها بكثرة في مجال عملك خاصة في موضوع اشارات الانالوج لذلك لازم تركز وستجيل الملاحظات واذا عندك اي سؤال او استفسار بإمكانك ان تتركه في تعليقات هذا الفيديو لكن قبل ان نبدأ في الفيديو الرجاء مشاهدة الفيديو الى النهاية وعمل لايك وبإمكانك دعم القناة ماديا من خلال ميزة او شكرا الموجودة اسفل هذا الفيديو من اجل تطوير وشراء معدات للقناة في الدروس الماضية وصلنا الى العمليات الرياضية واخذنا العديد من العمليات الرياضية وايضا في اخر فيديو وصلنا الى المينيموم والمكزيموم والليمت لكن في هذا الفيديو رح نشرح ادوات رياضية موجودة في برنامج تي بورتل ونطبقها بالتفصيل بالبداية رح ناخذ ادات السكوير وايضا رح ناخذ ادات السكوير روت ورح ناخذ اللين ورح ناخذ الاكسبونينشل وايضا رح ناخذ الساين ورح ناخذ الكوساين حتى نطبقها في نفس الفيديو حتى الفيديو ايضا ما يكون طويل ورح نشرح كل ادات بالتفصيل بالنسبة للسكوير هي ادات تقوم بعمل سكوير للقيمة اللي في الامبود حتى تكون جميع هذه الادوات واضحة رح نشرحها بالتفصيل خطوة بخطوة بالنسبة للنيتوورك الأولى هي فيها أدات حتى تكون واضحة راح أاخذ أول شي تفعيل لكل دوال حتى ناخذها في نفس الوقت ويكون الفيديو مختصر ومفيد للجميع وأيضا في نهاية هذا الفيديو راح نطرق على الفوائد الأساسية من هذه الأدوات بالنسبة للتفعيل راح أخذ الـ M0.0 راح يكون هذا الـ M0.0 للكل بها الطريقة لكل الشبكات اللي موجودة في البرنامج بالنسبة للسكوير راح أخذها كلها من نوع ريال حتى الفكرة تكون واضحة وبالنسبة للسكوير والسكوير روت مثل ما تلاحظ ما موجودة غير الريال لأن هذه القيم ربما تكون عبارة عن فواصل عشرية أو فلوتينج بوينت لذلك هو موجود فقط الريال بالنسبة أيضا للين أو اللغارة الطبيعي والإكسبونينشل أيضا راح يكون عبارة عن الفواصل العشرية وكذلك بالنسبة للساين والدوال المثلثية بشكل عام بإمكانك أن نتطبقها لكن مثل ما ذكرناها هي عبارة عن فواصل عشرية راح تكون النواتج الخاصة فيها فلذلك هو مختار نوع البيانات من نوع ريال حصرا بعد ذلك راح نحدد المداخل والمخارج راح أحددها على سبيل المثال الام دي عشرة وهذا اام دي اربعة عشر عرفنا أنه الريال هي عبارة عن أربعة بايت لذلك يكون الفرق بين آدرس والثاني يكون بأربعة بايت وبإمكانك أن نتطبق باقي الدوال المثلثية اللي موجودة ضمن البرنامج مثل تانو وغيرها من الأدوات بإمكانك أن نتطبقها بنفس الخطوة لكن أنا راح أخذ هذه الأدوات المثلثية الرئيسية اللي هي الساين والكوساين حتى تكون الفكرة واضحة لأن في نهاية هذا الفيديو راح نتطرق على الفائدة العملية من كل هذه الأدوات بعد ذلك أفتح المحاكية حتى نحمل هذا البرنامج على المحاكية حتى نطبقه بشكل مفصل راح أعمل داولود وبعدها أعمل تشغيل للمحاكية بعد ذلك أعمل مونيترينج وبعدها أعمل تشغيل للأم زيرو دوت زيرو حتى تتفعل كل هذه الأدوات فمثل ما تلاحظ اتفعلت كل الأدوات فحتى نطبق السكوير راح نخزن بداخل قيمة فعلى سبيل المثال بداخل قيمة السكوير اللي هي الام دي عشرة راح أخزن على سبيل المثال اثنين المفروض يكون الناتج أربعة لأن مثل ما ذكرنا السكوير هو راح ياخذ لك مربع القيمة اللي موجودة في الأنبود فمثل ما تلاحظ اذا اثنين اربعة على سبيل المثال اذا اخذنا اربعة راح يكون الناتج ستعاش وهكذا راح يكون مع باقي القيم اذا اثنين بوينت خمسة راح يكون ستة بوينت خمسة وعشرين هذا بالنسبة لدالة السكوير بالنسبة للسكوير روت على سبيل المثال راح اخذ قيمة واخزنها بداخل الام دي اثمنتعاش حتى نلاحظ مبدع عملها على سبيل المثال اذا اخذت قيمة ستعاش المفروض يكون الناتج اربعة لان هذا راح ياخذ لك الجذر التربيعي للقيمة يعني عاكس السكوير هذا راح ياخذ لك الجذر التربيعي للقيمة اللي موجودة في الأنبود فعلى سبيل المثال ستعاش راح يكون الناتج اربعة فراح اخذنها مثل ما تلاحظ يدخل ستعاش يخرج اربعة ايضا على سبيل المثال راح اخذ قيمة ثانية حتى تكون مفروضة تسعة راح يكون الناتج ثلاثة هاي بالنسبة للجذر التربيعي للقيم والسكوير بالنسبة للين واللغارتم الطبيعي هاي عبارة عن الدوال الاوسية راح اخذ على سبيل المثال او اللغارتم الطبيعي راح اخذ الداخل للين على سبيل المثال عشرة اوكي راح يكون 2.3 اذا اذهب الى الحاسبة اللي موجودة بالكمبيوتر فمثل ما تلاحظ اذا اخذ الحاسبة العلمية وبعدها اخذ العشرة واخذ الهلين فمثل ما تلاحظ نفس القيمة اللي موجودة مع اللين او اللغارتم الطبيعي اللي موجود ضمن برنامج التيا بورتل وهو ياخذ اللغارتم الطبيعي للقيمة اللي موجودة في الأنبود اوكي كذلك بالنسبة للإكسبونينشل مثل ما تلاحظ على سبيل المثال اذا اخذ قيمة 10 راح يكون هذا الناتج اذا اخذنا قيمة 30 راح يكون هذا الناتج وهكذا مع باقي القيم اللي يتقبلها الإكسبونينشل دالة الإكسبونينشل بالنسبة للدوال المثلثية لازم تركز وتتابع الشرح بالتفصيل بالنسبة للدوال المثلثية لازم تكون القيمة اللي انت مدخلها بالرديون وليس بالدقري اوكي وعرفنا في الكورس المستوى الثاني الفرق بين الرديون والدقري وشرحنا كيفية التحويل بينها لذلك في هذا الفيديو راح اخذها بشكل سريع وايضا راح نطرق على كيفية التحويل بين الرديون والدقري بشكل سريع فحتى تكون الفكرة واضحة لازم تكون مثل ما ذكرنا القيمة الساين والكوساين او الامبوت الخاص بهذا دالة بالرديون وليست بالدقري فعلى سبيل المثال لو اخذت قيمة 30 وليكون زاوية 30 واريد اخذ الها الساين الخاص بها او الجيب الخاص بالزاوية 30 مثل ما تلاحظ راح تنطيق قيمة غلط وكذلك بالنسبة للجيب تمام او الكوساين فعلى سبيل المثال اذا اخذت الستين راح يطلع لها غلط المفروض يطلع نصف فمثل ما تلاحظ القيمة غلط طلعت لي فحتى تعمل هذه الدالة بشكل صحيح لازم مثل ما ذكرنا الامبوت لازم يكون بهيئة الرديون فحتى نحول بين الرديون والدقري لان مثل ما تلاحظ هذه الزاوية دخلناها هي بالدقري 30 درجة وكذلك 60 درجة فحتى نحول من الدرجة الى الدقري لازم نركز في هذا الموضوع حتى تكون الفكرة واضحة راح اشرحها بالتفصيل في هذا الشرح لذلك لازم نتركز على سبيل المثال احنا نعرف المية وثمانين بالدقري إذا كيرمزلها بهذه الإشارة يساوي الباي أوكي المية وثمانين يساوي الباي أوكي الباي هو بالشكل الطبيعي هو ثلاثة بوينت أربعة عشر أو ثنين وعشرين على سبعة مثل ما نعرف انه المية وثمانين هي تساوي باي اللي هي ثلاثة بوينت أربعة عشر أوكي طيب لو كان عندي ثلاثين ثلاثين بشكل طبيعي احنا نعرفه لثلاثين مثل ما نعرفه هي باي على ستة أوكي فحتى نوجد قيمة نوجد قيمة الساين لثلاثين أو الجيب تمام أو الجيب لثلاثين لازم نكتبه في برنامج تيوبورتال بهذه الطريقة فإذا لازم نكتبه في هذا الطريقة طيب كيف نكتبه في هذا الطريقة نعرف ان الباي هي ثلاثة بوينت أربعة عشر فثلاثة بوينت أربعة عشر تقسيم ستة حتى نقسمها بالحاسبة حتى تكون الفكرة واضحة قبل ما نكتب المعادلة الرئيسية ثلاثة بوينت أربعة عشر عفوا ثلاثة بوينت أربعة عشر تقسيم ستة تساوي فإذا هذي القيمة هي لتمثلها الزاوية ثلاثة فإذا هاي القيمة بالرديان هي تمثل ثلاثين درجة أوكي فراح اكتبها في برنامج تيوبورتال فراح اكتب صفر بوينت خمسة أوكي بس فقط نتأكد خمسة نين ثلاثة ثلاثة خمسة نين ثلاثة ثلاثة أوكي فمثل ما تلاحظت تقريبا طلع نصف درجة عفوا قيمة نصف أوكي فسائل اللي ثلاثين طلع نصف طيب وهكذا مع باقي الزوايا على سبيل المثال الستين الستين هي عبارة عن باي على ثلاثة بمعنى الثلاثة عفوا ثلاثة بوينت ثلاثة بوينت أربعة عشر تقسيم ثلاثة فالناتج رح يكون حتى تكون فكرة واضحة ثلاثة بوينت أربعة عشر تقسيم تقسيم ثلاثة أوكي تقسيم ثلاثة مثل ما تلاحظ واحد بوينت صفر أربعة أوكي حتى نتأكد إذا خذنا الساين للستين ثلاثة عفوا واحد بوينت صفر أربعة أوكي صفر أربعة ستة 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 أوكي بطريق فمثل ما تلاحظ هو صفر بوينت ثمانين اللي هي القيمة الطبيعية لساين الستين طيب كيف نعمل هذا الشي بدون أن نحول بها الطريقة كيف نعملها باستخدام برنامج حتى نتخلص من هذه الحالة ونجعل برنامج هو يقوم بتحويل الدرجة إلى راديان أو الديقري إلى راديان بكل سهولة حتى نعمل هذا الشي رح ننتقل إلى توضيح أو بتبسيط لبعض المفاهيم رح ننتقل إلى هذا التوضيح بالبداية لازم نعرف أنه البي على سبيل المثال حتى نأخذ فكرة بسيطة أنه البي أو المية وثمانين الزاوية بالمية وثمانين بالرديان أوكي بهذا الدرجة يرمز لها هي تساوي باي أوكي أو ثلاثة بوينت أربعة عشر ثلاثة بوينت أربعة عشر تمام فإذا من خلال هذه رح نعمل نسبة وتناسب فعلى سبيل المثال أخذ دالة ستين أو ثلاثة على سبيل المثال أو خمسة وأربعين أو تسعين أو مية وخمسة وثلاثين أو ميتين وسبعين أو أي دالة ثانية بإمكانك أن تأخذها من خلال هذه النسبة وتناسب اللي رح نعملها فعلى سبيل المثال راح أعمل نسبة وتناسب نعمل نسبة وتناسب النسبة وتناسب راح نذكر إليه إنه المية وثمانين تساوي تساوي باي 180 تساوي باي الثاتة أو الزاوية اللي إحنا راح ندخلها تساوي على سبيل المثال X الزاوية اللي ريد ندخلها نجد قيمتها الرديان هي تساوي ثاتة المجهول هو راح يكون X حتى نستخرج قيمة X بشكل طبيعي بكل سهولة راح نضرب الثاتة مع الباي ثاتة مع في الباي أوكي والناتج راح يقسم على 180 أوكي ثاتة مع باي والناتج يقسم على 180 بهذا الحالة راح نستخرج قيمة أي زاوية بالرديان فحتى نعمل هذا الشي باستخدام برنامج بكل سهولة راح ننتقل إلى التطبيق وبعد ذلك لكن قبل أعمل ستوب للبرنامج حتى يتم مسحل البيانات اللي موجودة بالذاكرة بعد ذلك راح أنتقل أو أستخدم دالة الكايكوليت اللي شرحناها في الدروس الماضية بهذا الطريقة أوكي وأيضا بالردي وأيضا راح اختارها من نوع ريال أوكي مثل ما تلاحظ البيانات اللي موجودة اللي عندي أو المدخلات هي ثلاث مدخلات بثيتا والباي والمية وثمانين أوكي حتى تكون الفكرة واضحة راح اذكر إلى أنه أول قيمة هي الامدي أوكي الامدي هو آخر احنا أخذناه خمس اربعة وخمسين الامدي لازم البعد راح يكون ثمانية وخمسين أوكي هذا قيمة المجهول الثيتا أوكي بالنسبة لل هاي الثيتا أوكي الامدي هو راح تخزن بالثيتا مثل ما أو عفوا الامدي هو راح يعوض مكان الثيتا أوكي بالنسبة للباي هي ثلاثة بوينت أربعة عشر ثلاثة بوينت أربعة عشر أو ثنين وعشرين على سبعة إذا تريدها بقيمة أدق بعد أكثر تاخذ ثنين وعشرين عفوا ثنين وعشرين تقسيم سبعة أوكي هذا ثلاثة بوينت أربعة عشر وتاخذ باقي المراتب أوكي راح أخذ متغيثا اللي هو المية وثمانين أوكي المية وثمانين بهالطريقة أوكي المعادلة اللي راح تخزن المعادلة اللي راح تخزن راح تخزن قيمته راح يكون بهيئة عبارة عن الان الامبوت وين أكتب امبوت وين ضرب امبوت تو الناتج يقسم على امبوت ثري أوكي بهالطريقة امبوت ثري بيمكنك أن تضع قوس في هذا المكان أو ما يحتاج قوس لأن عملية الضرب وليست عملية جمع موجودة أوكي بيمكنك أن تعمل بهالطريقة فرح يكون الامبوت وين هو عبارة عن ثيتا أوكي الامبوت هو عبارة عن الامبوت هو عبارة عن البي 3.14 الامبوت ثري هو عبارة عن المية وثمانين وأضغط بعدها أوكي بهالطريقة المتغير بيمكنك أن تخزينه في نفس هذا المتغير تكتب AMD عبارة عن 42 أوكي هو رح يتحدث بكل مرة أن تدخل قيمة للثيتا فبهال الضالة اللي أنا استخدمتها شكل بسيط بيمكنك أن تستخدم غير دول ويمكنك أن تستخدم غير عمليات حسابية بعد ذلك رح أعمل داولود يعني أي قيمة مثل 30 رح يضربها 180 الناتج رح يخزينه في AMD 42 الMd42 هو نفس اللي رح يكون الساين هذا أوكي اللي رح يدخل على الساين بيمكنك أيضا تستخدم هو نفس الكوسين حتى تكون أيضا الفكرة واضحة أوكي لأن نفس دال أوكي رح لأن نفس المتغير رح استخدم للساين ويستخدم للساين بالنسبة للدوال هاي شرحناها رح ننتقل إلى الدال الساين والكوساين حاليا إذا أريد أعرف أي الزاوية مباشرة أكتب قيمتها فعلى سبيل المثال الزاوية 30 أوكي فمثل ما تلاحظ الزاوية 30 هو عبارة عن نصف تقريبا أوكي وهذا هو عبارة عن الكوساين 30 هو عبارة عن هذه القيمة 0.86 أوكي فحاليا أصبحت الزاوية اللي يندخلها هي بالدقري واللي هي الأكثر تعارفا عليه مباشرة رح يعطي قيمتها باستخدام دالة الساين والكوساين فما يحتاج أن أحولها خارج برنامج T-portal فمن ضمن البرنامج هو يحول القيم اللي أنت تدخله فعلى سبيل المثال راح أخذ الستين زاوية ستين أوكي المفروض الكوساين نصف تقريبا مثل ما تلاحظ كوساين الستين تقريبا نصف بالنسبة للساين الستين تقريبا صفر بوينت ثمانية أوكي فبهذا البرنامج تعلمنا كيفية تحويل نظام الزواء الدقري إلى راديان باستخدام برنامج T-portal وأيضا اطرقنا على أهم الأدوات اللي موجودة ضمن برنامج T-portal بالنسبة للدواء السكوير والسكوير روت هي أداة معروفة للعمليات الحسابية بإمكانك أن تحسب معادلة معينة بإمكانك أن تحسب قيمة معينة أنت تحتاجها في بعض المعادلات أنت تحتاج السكوير روت اللي هو الجذر التربيعي وبالنسبة للغارثمات هي بإمكانك أن تستخدمها في بعض الأحيان لتصحيح قيم معينة أو عند قيم صغيرة جدا فأنت تريد تحسب لهذا القيم الصغيرة عمليات حسابية أو تستخرج قيم معينة فأنت بإمكانك أن تستخدم اللغارثم الطبيعي سواء أو حتى تطلع قيم معينة سواء هذه القيم صغيرة مثل ما ذكرنا أو المداخل يعني القيم تكون ربما قيم صغيرة أو ربما تكون قيم كبيرة جدا فأنت تستخدم اللين أو الأكسبونينشل حتى تستخرج قيم هذه المدخلات اللي داخله للبيالسي وكذلك لتصحيح بعض القيم ربما في بعض الحالات رح يكون هناك نويز موجود في الإشارة هذا النويز ربما إذا تريد تتخلص من عنده لازم تستخدم بين الطرق على هذا الموضوع تكتبونا في التعليقات حتى نأخذ أمثلة عملية لاستخدام دالة اللين والإكسبون بالنسبة للدوال المثلثية هي عبارة عن دوال خطية في بعض الحساسات وهذا قليل جدا هناك بعض الحساسات يكون أو ناتج هذا الحساس هو عبارة عن دالة مثلثية أو أنت تريد تحسب حسابات يعني فأنت على سبيل المثال تريد تحسب طول أو ارتفاع مثلا أمر معين وعندك ربما الزاوية الخاصة وهذه الزاوية متغيرة فأنت من خلال هذه الزاوية بإمكانك أن تحسب طول ذراع أو الوتر على سبيل المثال حتى تستخرج قيمته فأنت تستخدم بهذه الحالة الدوال المثلثية حتى تستخرج القيم المطلوبة إن شاء الله إذا حابين مثل ما ذكرنا نعمل أمثلة بخصوص هذه المواضيع بشكل عملي اكتبونا بالتعليقات حتى نلاحظ أو نشوف المستفق المهتمين في هذا المجال إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء